موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لكم في حلقة جديدة من ضباع انمي هايكيو الجزء الرابع لحلقة العاشرة ذلك خلونا نبدأ موسيقى 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 لنعرف سر الطريق من هذه الحلقة فيها قسمين منفصلين عن بعض تماما القسم الاول ذكريات مديرات الاعمال القسم الثاني هو جزء من بداية المباراة باختصار عن ماضي مديرات الاعمال عقو ما نسى هنا تلقي شنطة حقتها وبعد ما اخذ شنطة الطفل والطفل اخذ شنطتها اهي قالت راح ترجع لصالة الرياضية عشان تاخذها طبعا شفناهم وهم يقولون ان الفرق المسافة بين الصالة الرياضية ومقر البطولة مسافة 10 دقائق بالحافلة نفسها فايه اللي رجعت عشان تاخذ هنتا عشان تسترجعها لا باسرع وقت جابوا لنا مختصر اشياء اللي صارت وجابوا لنا كيف تذكرت وهي ترجع لمقر البطولة وهي ترك اذكانها تذكر ايامه عداءة حتى يمكن قدامها الحاجز الحديد تذكرت انها مثل قفز الحواجز كانت تلعبها قبل وكيف اقفزت وجابوا لك المؤثرات وكيف تغير ان اي كانت متسابقة فكان اشياء جميلة صارت في هذه الحلقة هذا الشق الاول باختصار ومنها كان فلاشباك سريع للماضي المديرات الاعمال ننتقل الجزء الثاني وللجزئية بداية المباراة حقه كراسينو طبعا اول ما تخلو اللاعبين الارضية الملعب وشوفوا كيف الفارق والطول والمسافة اللي راح يلعبون فيها في هذه اللحظة قلهم المدربين يعني يكتشفوا المكان وعرفوا كل شي فيه وحاولوكم تلعبون الكورة في اطول الارتفاع تقدرون عليه طبعا هذه النقطة لها اكيد اسباب لهم يلعبون الكورة في اطول مسافة لها على هذه النقطة شفنا كيف لعبهم في البداية كان سيء للغاية لهذا السبب وهم معرفوا كيف يجيسون ارتفاعات الاماكن لان فصالات العادية يكون السكف قريب قريب حين الارضية الملعب بعكس هذه المرة السكف بعيد جدا عن ارضية الملعب طبعا قبل تبدأ البطولة قبل تبدأ المباراة شفنا كيف مدرب الخصم كان يحرص على مراقبة هنا يقول عليكم بالحظة من صاحب قميص رقم 10 طبيعي انهم شافوا مباراته مع شيراتي ريزاوة وكيف كان مؤثر في نفس اللحظة او في نفس الشي شفناه من فريق كراس وهم يحضرون من رقم 4 عند فريق الخصم ان اوه يقدر يضرب اي كرة بأي ارتفاع كانت او ما يهتم الارتفاع كان عالي او كان نازل اوه يقدر يستغل اي كرة عالية مثل ما تقولون لقينا الطرفين مباراةهم عند المدربين الابرز اللي من هذه الجهة هناك من هذه الجهة رقم 4 لكن احنا مثل ما اشبنا ان المباراة بالتحديث صارت تتركز بالذات على كقياما وكيف ان صناعته للكرات مو مثل العادة عنده نوقات صايرة سلبية في صناعتنا هنا ثلاث اربع كرات ما فيه ولا صناعة صحيحة كيف ان اوه مو عارف في قيس المسافة والاطوال والابعاد نفسها فكان ضايع حتى كان يقول حق الكابتن ان انا احتاج وقت فكذا راح اتعبكم وشوفنا كيف كان فرق تقريبا بينهم 6 الى 7 نقاط كانت 7 واحد البداية لين ما صارت كل ما يرقون الفريق الخصم يرقى فريق كاراسونو لكن الفرق ما كان اقل من 5 نقاط وشفنا طبعا يوم صار فيه تغيير في البداية يوم نزل ياما قوتي المغاطن اسما اللي بشعر اخضر صاحب الضربات العائمة نزل مكان هنا احنا طبعا في الحلقات اللي قبلها في المباريات المبدية كنا نشوف انه ينزل الثاني اللي شعره اشقر مش دايتي فداجيك صار يقول ان هذا اقتفوق اكثر مني في فترة بسيطة حاط فيه الثقة هذي اول ما نزلها شاف كيف تطور حتى اوكايقا قال مستغرب كيف قدر يتطور بهالفترة القصيرة وجولت الاشباك بسيط جدا عن تدريباته مع زميل اوكاي اللي كان يشتغل معاه وكان يقول لازم تحط لك نقطة معينة تركز عليها او تذكرها تخفف من توترك وتزيد من هدوءك ان هذه النقطة اهلا ترفع تركيزك لأعلى مستويات الدرجة تكون انت هادي جدا وكان معلق على لنبا كيسة نفس المركز الذي كان واقف عنده وقال خل هذه النقطة اهلا تكون نقطة تركيزك حتى جابوا لك وهم حاطين المنظر على الكيسة جابوا لك بعد عاطوا على منظر اللي هو لوحة الطوارئ لانه قال من قابل لوحة الطوارئ اين كان الشيء تحط عليه او تذكره فكان في الكيسة بعد ان انقلبه صارت لوحة الخروج فهنا حضت كل تركيز عليها وضرب اول ضربة صحيح ان ارتدت لكن صدها حقت الصد رمى الرمية الثانية وسجع على ثرى النقطة لكن الرمية الثالثة هي اللي اقسروا فيها النقطة وعلى اثر هذا طلع مرة ثانية ونزل هينتا طبعا مع الشد والجذب صار بين الفريقين وعق اول ما غلط هينتا في تقبال احد ارسالات كاقياما اللي كنا شفنا كأنه هينتا عندهم كان يقول ان اهم ما راح يستخدمون هجوم السريع خلنوا نركز على الجهة الاسار هنا جابوا لك كيف هنا تقعد يقول له ليش لا احنا راح نستخدم احنا ما بعد نستخدم هجوم السريع راح نستخدمه قدام هذا بمعنى الكلام بقى جابوا لك كاقياما وهو واقف وهذه النقطة ذكرناها في انطباع اللي راح اتوقعه واللي قبله ان احيانا حتى وتمدافع لازم تراقب اللاعبين الخصم لكن مراقبتك لهم ما تخليك تنسى ان شنو قاعد تسوي هذا كلام كان يقابلون الدفاع الحديدي فكان شدوا جد بين الفريقين في الضربات الكورة منزلت وكان كاقياما يراقب تحركات وطريقة الصد في نفس اللحظة كان يقيس الاطوال والعرض حق الملعب كان يعرف اوه من راح يضرب في هذه اللاها صار هجوم متزامن حتى شفنا من الخلف اللي هو الايسي حق الفريق اللي هو اساهي وهينته اول مقفزه كلهم عطى الاعداد حق هينته وسجع على اثرها ضربة صاحقة على العدو من هنا المنطلق صار فيه شوية تركيز مع فريق كراسانو بدأ فريقه يسجل اهداف يسجل نقاط صار الفرق تقريبا اربع نقاط الى خمس نقاط هذا الفرق اللي صار لكن اهم يطمحون انه مو بس يقلصون الفارق ان اهم يتقدمون لان من بداية المباراة وهما تقدمون بالنقاط كلهم كانوا متخلفين في النقاط عن القصم بخمس الى اربع نقاط طبعا الهجمة ذكرت لكم مساعة حق هينته هذه كانت بعد محاولات قبل مع اساهي وحتى مع هينته قبل لما ضرب الكرة براسه فكان يحاول كقيامة انه يقيس الطول او قيس المسافة اليارمية حتى كان في احد الكرات حق اساهي كان يقول فيه فرق مسافة نصف كرة فهو قاعد يحاول يحفظ عشان يعرف يعطي فعلى اثر هذا يسوى الهجمة الساحقة حق هينته على كده انتهت الحلقة لكن فيه كم جزئية بحابة اقول لكم شفنا المدرب وهو يقول لهم اضرب الكرة في اعلى ارتفاع طبعا احد اسبابه انت لما تشوف الارتفاع ما راح تقدر تخاف وهو يمقال لهم شوف الارتفاع اكيد لا سبب والسبب هو انما تعرف طول هذا المكان والارتفاع فيه راح تقال تضرب الكرة في اعلى نقطة عساس انت تاخذ راحتك وزميلك ياخذ راحتها مثل ما شفنا يوم هينته علم اللي كان معاه في المعسكر اللي كان الكل يضحك عليه كان اهو اطول واحد في المعسكر وقال له قال له تمر الكرة تمريره عالية بنفس النقطة هذه الكل كان يضحك على الدفاع ان الدفاعه سيئ وهو نقطة ضاع نقطة قوة ليه لان التمريره العالية خليتها يقدر يسعد على اساس يضرب الكرة ضربه ساحقة حتى يمهزم كونومي اذا مني غلطان حق سيجو فعشان كذا كان يقول لهم مروا تمريرات عالية حتى شفته اول تمريره كان من دايتي حق هينته واول ما عطيت تمريره قال اوه انها عالية فقاعد يشوف المسافة منتبه للكرة حتى جاء كيف الكرة ضربت في راسه بس اوه طالع المسافة شفها عالية حتى اول ما اخذ الله يكرمكم الجزمة قال حين انا اقدر اقفز خمسة امتار وان لبس الجزمة بعد اللقطة هذيك فاوهو الكلام هنا تبين انه كان مركز على هذا الشي لكن تركيزه مشاط انه يقدر يطبق هنا في اشياء واجد بلاحظها لكن في نفس اللحظة ملاحظة لها ما بينت لنا ان اوهو فاهم الشغلة نفسها والنقطة الثانية اللي كان يسوي كاقياما في قياس الطول والارتفاع والبعد نفسه وهو كان يقسم الملعب الى مربعات متساوية الاضلاع على اساس يحفظ كل نقطة اوهو يسويها طبيعي ممكن واحد يشوف هذا الشيء صعب لكن عندما تكون في ارضية الملعب انت راح تقدر تعرف انت راح تمرر الكورة هذا الشيء اللي ساعد كاقياما ان اوهو فوق موهبة الستنائية عندها القدر ان يقدر يقيس الأطوال والأبعاد نفسها لكذا يصنع كورة سريعة حق هنا تسجع على ثارها هدف والنقطة الخير احب اذكرها لكم اللي كلمة قالها اوكاي المدرب ان حاليا ارضية الملعب هذه ليست ارضية الملعب نفسها كنا نلعب عليها دائما هذه الارضية ستكون خشنة اكثر مو سهل فيها تزحلق ولا التدحرج فيها هذه راح تجرحكم اكثر انتم شفتوا في مبارة تدريبية لما نيشي نويا سوى ضربتها اللي هي دحرجة الراعد وكان وقف قدام اسحق الفريق ومنع من التحرك وهو بسبب الحركة اللي سوى لكن لما يعرف انه ما يقدر يدحج ولا شي راح يكون قفزة اسرع وراح يضرب الكورة عساس يقدر يتحرك اسرع من قبل وما يكون متزحلق او متداحنج على ارضية الملعب ممكن في بعض يختلف معي لكن هذه النظرتي للمعنى هذا وهذا السبب يجعل ارضية الملعب خشنة مثل ما شفنا مع اسكر كاقياما لما لبرو صد الكورة ووخر عن المهاجم وكيف تحرك المهاجم بطريقة اسرع نفس اللغطة صارت مع فريق كارسونو لما كاقياما قا حق نيشي انك تعقل طريق نفس اللغطة صارت فهذا من الاشياء اللي عرفها كاقياما من ارضية الملعب لان ارضية الملعب اللعب فيها تدريبات منتخب فهذا اللي يفرق عشان كذا كاقياما اوه الاقل واحد ترى كان متوتر في ارضية الملعب وهذا الشيء اللي ساعده في فهم بعض الاجواء صحيح يحتاج وقت لكن حتى لو يحتاج وقت اوه رجع باسرع وقت ممكن خصوصا لتواف الشوتر اوه على اخر شي احب اذكر لكم ان فريق الخاصم اوه بالنسبة لنا فريق مجهول لكن اللي نعرف ان هذه ثاني مرة نفس اللاعبين يلعبون في البطولة الوطنية مثل ما شفناهم يقولون هذه ثاني مرة نتجي لكن نتمنى ان اصحابنا فريق كارسون يقدرون يتخطون هذه المباراة ويبين لنا تطور بعض الاشخاص فيها خصوصا فريق الخاصم كان يتميز وقال هالنقطة اوكاي مدارة ان في ارسالاتهم يضربون في النقطة اللي يمر فيها المعد بجانب الليبرو فيضربون في هذا النقطة وهذا النقطة حساسة لان صعب انك انت تركز على نقطة واحدة خصوصا ان المعد راجع مكانه وعلى كده انتهى انطباعنا هذا اليوم اتمنى كان انطباع خفيف عليكم وفينا يقولوا معي سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك لا تنسوا ان اشترك في القناة واللايك والشير وشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة